يعني مع احترامي لمسلسل الاختيار وإزاي هو عمل رائع إنما خلينا نتكلم وحضرتك أستاذ الإعلام عن المصدقية الإعلامية لدى المشاهد اللي شاف الجزء الأخير المصدقية الإعلامية من خلال المسلسل الدرامي الرائع ده هو بيستنتجها إنما لما المسلسل يدي له توصيق للأطاط لحاجات شافها لأ دي رسالة أكثر مصدقية مباشرة وعشان كده زي ما حضرتك قلت إن فيلم تسجيلي عن هذه الفترة مهم جدا لأنه حيجمع بين الفن وبين التقليل وفيلم رواقي أيضا مهم جدا 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 لأنه حيكشف بقى الأبعاد النفسية والثقافية وحيكشف كل اللي ما يبانش في التسجيل صحيح شايف حضرتك إن احنا تخلصنا من أفكارهم المتطرفة؟ ده سؤال مهم الحقيقة إنما يعني من يقرأ التاريخ يعرف لأن قوة الإخوان الحقيقية تكمن في العمل تحت الأرض هم أول ما خرجوا من تحت الأرض ومسكوا السلطة أثبتوا فشلهم لأن ده مش شغلوهم ومش لعبتهم ما عارفوش يعملوه من هذه البدايات نستطيع أن نستنتج إن هم تحت الأرض للوقتي بيشتغلوا كأي تنظيم سياسي دائما لأن أنا بعتبره مش فصيل جيني الحقيقة أنا بعتبرهم تنظيم سياسي كأي تنظيم سياسي دائما له صحوات وله انتكاسات ويسعى دائما لأصوله على السلطة إن واحد فعلا لأصوله فخمي